الدكتور سعد دين هلالي السلام عليكم ورحمة الله مولانا عليكم السلام وكل سنة وحاجة طيب أنت صحة والسلامة بارك الله وفيك وفي كل المشاهدين ومشاهدات اسمح لي قبل البداية في الاحتفال برأس السنة أو رسالة الهجرة حي الإدارة السعودية في حسن وتطوير منظومة مناسك الحج في كل عام عن العام الذي يسبقهم لكن في هذا العام بالذات كان عند عدة لفتات مهمة أوي كلها بتصب في صالح بناء الإنسان كلها بتصب في صالح حق الإنسان أولها على سبيل المثال إعادة أو استرداد حج السنة كان بينضحك على ناس كتير حج السنة أنك تعمل زي ما رسول عمل لا اتضح أن حج السنة أنك تعمل زي ما الرسول عمل أو تعمل زي ما الرسول أذن أو تعمل زي ما الرسول لم يمنع لأنك أنت بتاخد النص القرآني أو النبوي بتفهمه على ضوء القائل ولا بتفهمه على ضوء المتلقي دي نقطة فارقة فاندي يعني مثلا لما ربنا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل هل الفقيه بينصب نفسه مكان ربنا ويترجم الكلام ولا الفقيه بينصب نفسه مكان المتلقي ويشوف الاحتمالات الممكنة في الفهم إيه أفهم إيه المسموح ليا إيه السيدنا النبي لما يقول خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم أنا هنصب نفسي مكان الرسول وفصر هذا الكلام كأني أنا الرسول ولا أنا هاخد هذا النص واعتبر نفسي المتلقي الفهم بقى وهفهمه لو أنت سيدك خدت الجانب التاني هتخدم الإنسان لو أنت سيدك خدت الجانب الأول أولا شاركنا ربنا في تفسيره وشاركنا رسول الله في تفسيره ولا يعلم مراد الله إلا الله يعني ظلمنا أنفسنا ولكن لو إحنا ترجمنا المتلقي هيفهم إزاي هتجد رحابة وسعة وتعددية لأجل هذا كان مبدأ الحج اللي سيدنا النبي رفعه في شعاره في ترتيب المناسك افعل ولا حرج افعل ولا حرج من هنا كانت التعددية الفقهية اللي الحكومة السعودية أطلقتها فأصبح اللي هياخد بالفتوى الفلانية وينفزها حر ياخد الفتوى الفلانية هو حر هذه التعددية عملت انفراجة ورحمة أدت إلى إيه؟ أدت إلى ندرة الوفيات في شهداء الرجم تراجم إن النازلات مش كلها بتعمل نفس الحاجة في وقت واحد في وقت واحد الشهداء قالوا لا كانوا شهداء الحج بقى ولا كانوا شهداء الفتوى الناس اللي ماتت لما كلهم راحهم في وقت واحد لما كلهم راحهم في اتجاه واحد ده كان شهداء فتوى ولا شهداء حج فتوى فتوى النهاردة أصبح اللي بيطلع من عرفة عايز يقعد في المزدلفة عايز يمر من المزدلفة إلى متى يطوف عايز يمر من المزدلفة إلى ميناء يرمي المسألة مفتوحة الحرية دي أدت إلى انسيابية فكل التحية الأمر الثاني لا دا من كام سنة كانت الناس في دماغها أن دا بيفسد الحج أيها فاند يعني دا دونه أن الحج ما يبقاش مقبولة لأن كان فيه وصاية وكان فيه توجيه الذي يوجه يقول أنا مكان ربنا وهفصر كلام ربنا إيه أنا مكان الرسول وهفصر كلام الرسول إيه نحن عايزين نقول له ما فيش حد مكان ربنا ولا مكان الرسول أنت مكان المتلقي افهم النص المتلقي جاله النص فبيفهمه ازاي على وجه يتيحه يتيحه للمتلقي المتلقي مختلفين ولا مختلفين مختلفين ففيه متلقي غني وفيه متلقي ثقير فيه متلقي قوي فيه متلقي ضعيف فيه متلقي جاهل فيه متلقي عالم كل دول الخطاب لهم جميعا إذن إنت يا فقيه وظفتك أنك تشوف المتلقي شكله إيه هذه التعددية اللي أدت إلى الرحمة الأمر الثاني الثقافة العالية والوعي الديني لدى شرطة المناسك نعطي قصة واحدة بس إحنا مقدرناش نروح نرجم الجامرة الكبرى بتاعة يوم العيد صباح العيد يعني يوم الأربع إلا بعد العشر في نفس يوم الأربع بعد العشر فإحنا قلنا للناس اللي معنا باعتبرنا شفنا مشقة شديدة لما وصلنا إن إحنا هنرجم الجامرة الكبرى وبعدين طالما دخلنا في الليل الليل بقى ملك بكرة ولا ملك أمس ملك بكرة يعني لما الرارب بعد نهار خلص دخلنا في الليل بعد العشر أصبحت الليلة الليلة مين ليلة الخميس فالمهم قلنا للمجموعة اللي معنا إن إحنا طراما جينا بهذه يعني المشقة بعدما نرجم الجبرى ناخد بعضنا ونروحها للصغرى ونرجمها والوسطى ونرجمها والكبرى ونرجمها بتاعة بكرة بتاعة يوم الخميس ما إحنا بكر ما إحنا بكر الله عليك فالمهم خلصنا وإحنا ماشيين ما فيش حال تبقى ماشي إحنا بس لوحدنا ففوقنا دي العساكر الشرطة اللي وقفين في الوسطى إحنا هنمشي من الكبرى رجعنا الوسطى إحنا رحين فينا يا جماعة رحين فينا يا جماعة مش النهاردة رحين الصغرى عشان نرمي رمية الخميس قال لا بينصحونا يعني ده النهاردة الأربعة فأنتوا هترموا الجامرة كبرى بس فقنت له إحنا بالليل ولا بالنهار قال لي إحنا بالليل قنت له الليلة دي ليلة الخميس ولا ليلة الأربعة فبص كده قال لا ليلة الخميس وانتوا يعني خلاص ما نعمل الوسطى والصغرى دلوقتي يعني خميس بدأ قال لي آه والله لك حق إما قالوا إنه ليس ساعة 12 بالليل وانتروا في رواية عن أم سلامة إن سيدنا النبي أذن لها أن ترمي قبل الفجر فالبعض فصراها بنص الليل وفي رواية تانية قبل الفجر دي بقى قبل الفجر قبليه كتير وفي رواية أخرى عن ستينة سودة إن سيدنا النبي أذن لها أن ترمي في الليل والليل بيبدأ من المغرب ولا بيبدأ من العشاء موافقين بس أنت هتمنعنا ليه قال لا لا هاسف في أقدرش متاعك أنت بالعكس علمتني أنا بشكرك طب توقعوا على الله روحوا روحنا راحنا على الصغرى والله هذا النقاش ضار بحرفه عنده رجلتوا قبل أي حد في الحج أيها فندم لسه الملفت عندي الوعي عند العساكر الوعي عند الشرطة مش قالوا إيه إحنا مش مرتخصصين اسألوا عالم إحنا مش مرتخصصين لا شغلوا رأسهم اليوم بدأ أيها فندم بدأ اليوم بدأ ما ترميش ليه اليوم التاني بعضنا كان انتقدنا واليوم التاني بفضل الله كل المجموعة استخدمت هانيه رخفة لأنه برضو رحنا في حوالي ست ساعات وشفنا المشاكل لم وصلنا فتم الرمي طالما وجد الليل شوف بقى في المناسبة دي بقى عكسها 2018 لما طلعنا طلعنا من عرفة ومرنا على المزدرفة وقعدنا فيها شوية انطلقنا إلى مكة المكرمة وطفنا واحد من المشاهير هو مصري رح جاي وقال يعني ليس معنا ولكن هو سمع ان احنا طفنا يا جماعة اللي انتو بتعملوا ده انتو بتطفوا ازاي قبل نص الليل احنا كنا وصلنا بعد عشرة بساعة في مكة المكرمة ده لسه عرفة قائمة فكان ردي وقفتنا في عرفة صحيحة ولا غير صحيحة اكتملت اول حاجة عرفة اكتملت انتقلت إلى المزدرفة اكتملت ولا ما اكتملت شيء اكتملت هل يوجد فاصل زمني بين منسك ومنسك خلصنا وطفنا يبقى دي فيها ايه المهم هي اركان يعني طالما خلصت ركن امتقل ركن تاني يعني افترض واحد بيصل الضهر وطول قوي فيه صراط الضهر اللي جنبه مطول شيء ورقع حقه ولا مش حقه ورفع حقه ولا مش حقه طيب نفس الامر فالمهم مر على المخيم هؤلاء جميعا عليهم ان يعيدوا الطواف لان الطوافهم كان قبل نص الليل وده خطأ السنة التي تاليها 2019 اللي هي قبل وقفة الكورونا اكثر المشاهدين شافوه هو نفسه بيطوف بعد الساعة بالليل لانه هو فيه ساعة خلص تروح للجزء اللي بعديه شككتين انا ليه العام الماضي ما انت العام اللي هي ليه لا ده بتبقى حضرت بتشوف الخناءات مش جدل انا بيبقى فيه جوه الخيم وقراء واكتهدات وكده الحج باز والناس تشجل هم بيشكلكم الناس بهذا الوعي انا بحيهم بامنة يعني الامر الاخر لا هي المملكة السنة المرأة السعودية ادرت انها تستوعب كمان اعداد اكبر كتير من كل سنة بسلاسة وبامن وامن الوجهة المشرفة في استقبال الحجاج ضيوف الرحمن في المطارات والمواني الوجهة المشرفة للمرأة السعودية في الترحيب بالحجاج وضيوف الرحمن في المناسك كانت ظاهرة بترعيد ده التمكين انه تم تمكين المرأة انها تقوم بدور هام جوه المجتمع من الجمال برضو اللي حدث بقى على مستوى العام في هذا الموسم حرب الفتاوى في مسألة الحج شبه بتموت ما خلاص وده بقى بيغيز هؤلاء انه فيش وصايا خلاص يعني الامر لم يعد معقدا يعني على سبيل المثال سيادتك كنت بتعرف ان اللي بيحج لازم يحلق عشان دي شعار الحج وتاخد الثواب الاكبر النهاردة لسه البعض بياخد الحل والاكثر اخد التقصية تقصية عادة للتقصية مطر اخرى رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين ورحم الله المقصرين دايما الانسان بياخد الايصر له والافضل له بعد لما كان الحج مظهرية وكان بيتم استغلال الحج لمن كانت تحق ده شكله رجع من الحجة وغير محجبة لتحجب بقى وإلا حجه هايبوس أو رب دقنا وإلا حجه هايبوس فمثل هذه الفتاوى يعني بدأت تنقرد بفضل الله عز وجل المسألة الأخرى اللي اسمعناها عنها وإحنا هناك الاستخفاف اللي قام به الإعلام المتآمر والإعلام المشتك دائما بالحج بالميتافيرس الفكرة دي أصلا فكرة تدريبية وتعليمية المعروف إن الحج في مناسكه وفي أرضه ولكن الحج بالميتافيرس لما بتروح تشوف اتنين مليون وكلهم كتير منهم لأول مرة يروح فبيبقى لا يعرف لحدك ترسل إنه هو إنه قبل ما ييجي يقدر يشوف يتضرب يتضرب إنما لا عشان بس نبعد حيل إن الناس بتقططع هو لا يصح طبعا إنما هي كل الحكاية إنها وسيلة تعليمية إنه أنت قبل أن تأتي تشوف كل الإجراءات وكأنك فيها صحيح في الحج الآخر اللي كان بدأبح ويتم ذبحه زي ما شفت قبل ما دخل الخطاب الديني اللي بيكلم عن حفلة وحفلة لها ناسها وهو عليه دور ده دور وده دور ما نبقاش إحنا ضد بعض إحنا كلنا نخدم الإنسان الحج الرفاهية أو حج الناس اللي بيحجهم بمبالغ عالية لمدة خمس ست أيام ويعودوا بسلامة الله مش ربنا بيقول ولله على الناس حجوا البيت ما نصطع عليه سبيلها وكل واحد بيستطعته فلماذا نحقد على من كانت هذه استطعته ونحقد على من كانت هذه استطعته فلنطرق الناس وما يعيشون وما يدينون في مسألة أخرى اتعلمتها من سستر يونس أنا أحفظ الحديث اللي روا أحمد الإمام أحمد وأصحاب السنن عن ابن مسعود إن سيدنا النبي قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفياني الفقرة والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والنار خبث الحديد والذهب والفضة وإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فكنت أفهم ونقول هذا للناس إن يعني كل ما تحاوش إرشين روحك كل ما تحاوش إرشين اطلع عمر اطلع عمر ففي الأيام القيادة الماضية بعد نسلم عليه بعد أما رجعت قال لي أنا جات لدعوتين واعتصرت من طولهم ما شوف غيري حاج أنا حاجيت ليه ما يبقاش فيه غيري روح زي ما أنا انتفعت غيري روح فأدي فرصة للناس تانية البعض كان متعجب من تصرفي هذا فبيقول لي بكل براءة كده أنا شفت الخير والنعمة طب ليه غيري ما شوفش الخير والنعمة له ليه أنا أتابع فأنا قلت سبحان الله الحديث بيقول تابعوا ما قالش تتابعوا فتتابعوا معناها إن فقرة بعد فقرة وتابعوا يعني إن كل أحد يحرص دائما لكن هذا الفهم وهذا الوعي فيه سماحة وفيه والظروف اتغيرت ما كانش فيه يعني الأعداد الكبيرة دي وكانش فيه التكلفة دي ما كانش فيه حياة كتير يعني ده بدا فيه حيث في بخاري ومسلم عن ابن عباس إن سيدنا نبي لما حج حجت الوداع ورجع راح قابل امرأة انصرية اسمها أم سنان قال لها يا أم سنان ما منعكي أن تكوني قد حججت معنا قالت له أبو فلان جزء يعني ليس لنا إلا ناضحان ناضحة أخذها جمل يعني كل وجمل ناضحة يعني الجمل الذي يحمل الماء ينضح فأخذ جمل ورح حجه وابنه والجمل التاني الناضحة التانية كان لغلام لنا يسق لنا أرضا فقال لها صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان حجة معي المعاني الجميلة دي تيسير الحج بأمانة يعني بدأت تعود مرة أخرى وجهة مشرفة لهذه الشعيرة الكريمة وهذه الرحمة خلينا نطلع نفصل إعلان ونرجع تاني والفقرة قدامة نفتح نتكلم على الهجرة النبوية ترجمة نانسي قنقر